قلت سنوص قدرنا ونهو عانينا بصعوبة ندرنا منه هكذا اختصرت الطفلة سلاح حكاية المعاناة واختفاء والدها بسام الزيادي لسنة ورصف في سجون البلشيات الانقلابية اختطف الزيادي من منزله في حي الجامعة غرب مدينة التعز واقتادوه الى معتقلاتهم ومرسوا ضده ابشع اصناف التعذيب دون تهمة تذكر سوى انه ينتمي لمحافظة عصت عليهم فاصبحوا ينتقمون من اي احد منها قالوا هنا البيت فجاوبت منهم قالوا انصار الله لغلثهم زي ما فهمنا منصار الله يقوله فقالوا تعالى اشي المطلوب قالوا المطلوب نشتين اخذ منك اقوال واجراعات خلونا في سجن المركزي اليوم الاولى في اليوم الثاني يجعوا وخرجونا على طريق يشهد كبر على ايش ما نجداري بانا اقتلوك وانا نسوي تهديدات حرب نفسية طبعا يستذكر وسام الزيدي ذو الثامنة والعشرين قصة اعتقاله من منزله قهرا ايبان سيطرة الميليشيات الانقلابية على المدخل الغربي للمدهنة وكيف عذبته حتى انها استخدمته درعا بشريا عندما اخفته في مخازن السلاح بمحافظة دمار ثم عادت ونقلته الى صنعاء فبعدين لما قلسينا في صنعاء يمكن فترة خمسة شهور خمسة شهور قلسينا في صنعاء حولونا بعدين من صنعاء مرة ثانية لاوين لا تعز لمدينة الصالح قلسيت في مدينة الصالح يومين حولونا بعدين لاوين المعتقل التأسف هذا اللي فيه دمار معتقل سري مع حديدريو هنا قلسيت في دمار يمكن سبعة شهور يعمل الشاب بسام فنانا لأحياء المناسبات ولم يحمل السلاح يوما كما وأنه والد لخمسة أطفال ذاقوا مرارة العيش لسنة ونصف في غيابه صيحة الواحد مننا وقلوا أنا اجذن بي أنا ليش حابسونا فكان عندما العبارة المشهورة عندهم سابر 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 حكاية بسام المعتقل السابق ليست مجرد قصة عابرة إنها شهادة حية على انتهاكات مارستها الجماعة الإنقلابية بحق مختلف فئات المجتمع في المدينة وستظل حلقة ضمن مسلسل جرائم الميليشيات بحق المختطفين والمخفيين قصرا حمزة أمهين قناة بلقيس تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر